نحو 44% من الشركات الناشئة الإسرائيلية تم تأسيسها خارج إسرائيل العام الماضي عاقب احتدام الحرب على غزة وتداعياتها التي شملت عدة جبهات بحسب صحيفة معارف الإسرائيلية ووفق استطلاع أجرته الجمعية الإسرائيلية للصناعات المتقدمة فإن هذا الرقم يمثل قفزة كبيرة من نحو 20% فقط من هذه الشركات التي أنشئت خارج إسرائيل عام 2022 الأمر الذي يعكس توسعا في نقل النشاط الاقتصادي إلى الخارج وقدرت الجمعية أن يكون هناك عواقب على الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي ومن المتوقع أن تغلق 60 ألف شركة خلال العام الحالي بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل حيث تواجه تلك الشركات في الداخل تداعيات العدوان المستمر على قطاع غزة منذ أشهر فضلا عن عدم اليقين بشأن موعد انتهاء الحرب والتحديات المستمرة الممثلة في ارتفاع الفائدة وكلفة التمويل ونقص القوى العاملة والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات فضلا عن عدم كفاية الدعم الحكومي لمساعدة هذه الشركات على مواجهة المصاعب المالية يأتي هذا في وقت انكمش فيه الاقتصاد الإسرائيلي بـ 1.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري واتسع العجز المالي في يونيو الماضي إلى 7.6% من النتج المحلي الإجمالي بما يعادل نحو 40 مليار دولار ارتفاعا من 7.2% في مايو الذي سبقه يتزامن ذلك مع خفض بنك إسرائيل توقعاته لنمو الاقتصادي مع مستوى مرتفع من عدم اليقين الاقتصادي وسط توقعات بحرب مطولة وأشد وطأه مما سبق